اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قيلي واصحابيه اجمعين فيديو جديد لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد ويلا بنا على الفيديو تعالي علمك ازاي بتلاتين جنيه تملي بيت الخير هقولك بقية ستة كل هتجيبي كيلو ديء كيلو ديء متعدد الاستخدامات تمام وهتجيبي آآ كيس خميرة طبعا الخميرة بنحط عليها سكر وبنحط ملح وبنحط آآ رشة آآ رشة ملح وسكر والخميرة تمام ورشة بيكين جسودة بيكلم بودر صوري صغيرة ومعلقة خل بتبتدي تعجيني العجينة بتاعتك وكده بيكون عندك احلى عجينة تقدري تملي بيها بيت خير طب حاملة بيتي بيها خير ازاي اه ممكن تعملي عيشها التوسط ممكن تعملي عيش بالأحمة ممكن تعملي مني بيتزة ممكن تعملي بيتزة كبيرة الكيلو دي يعملك بيت زيتين كبار او تلاتة على حسب حجم الصينية بتاعتك ممكن تعملي بيهم تعملي بنصهم بيتزة زي ما هتشوفو دلوقتي وبنصهم عيش تقدري تعملي كل اللي نفسك فيه المعجنات في البيت في الشتاء بتدي دفع سدي الذكرات حلوة للاطفال بتعلم عيالك ان الحاجة بتاعت البيت دي ليها طعم تاني احنا بنشموا ريحة المعجنات في الشارع بنبقى هنتجنوا تمام بس مبقاش واسقين في العجن والخبز والخمر والافراد والنظافتها والحاجات دي فانتي رجعي الايام ممتك وستي وستك لما كنا بقى بنقعدوا نستنوا تيتا لما تعملنا القرس ولا ماما لما تعملنا الكيكة ولا تعملنا الاكل في الفرن هتقولي جوه غير برة لا والله العظيم اخدمي العجنة هتلاقي جوه زي برة زي كل حاجة هتقولي ياخدم العجنة ازاي اي انا اصلا ما بعرفش عجن اقول لكم مين اقول لكم انا كمان كنت بعرف عجن بس مع الوقت اتعلمت جربي في كباتين دقيق مش لازم كيلو والله العظيم والله هتلاقي نفسك باقتش برفكت في العجن الحاجة اللي تخافي منها حاولي تتعلميها اقربي في كباتين كباتين مرة تطلع ملزقة معيك مرة تطلع مش مزبوطة لحد ما تلاقي نفسك بقيت العجن ده بتعمليه اسهل حاجة تعملها انك تميز عجني وتعمليه اي حاجة في البيت فما تقوليش لا انا مش هعرف عجن لا ده العجن ده اسهل حاجة انا كنت زيت كده كنت عبيتها وعرفش عجن بس لما سميت اللي كده وجربت في كباتين لحد الوقت يبقى عجن الكيلو وانا قلبي ميت زي ما بيقولوا تمام فتعلمي انك تعجني والعجن فيش هسهل منه تمام انا سبتها تخمر بعد ما خبرت ابتدت ان انا قرص كده عيش صغير عيش ابيض صغير كده عالتوسة اه بصوا المقزير اللي قلتها لكم اه في بداية الفيديو بصي انت لو هتعملي مسلا انا هنا حط عملت كيلو عملت نص عيش ونص التاني ميني بيتزة تمام انت تقدري تعملي نص من نص كيلو دي بس عيش ممكن تعملي ميني بيتزة بس او ممكن تعملي كيلو كله ميني بيتزة لحسن ما انت عايزة تمام اه ممكن تعملي ميني بيتزة وتعملي عيش بلحمة في البيت تغذي العيش برضك وتفرديه وتحشيه لحمة تمام متتبلة وتحطيه في الفرن هيبقى عيش بلحمة ولا اروعة تمام فانتي تقدري تقولي انا عايزة مسلا انا هعمل نص كيلو عيش مسلا ما عنديش عيش عامل انا ما بكونش ساعة عندي عيش اه فبقى جيب اعمل عيش هتصل احلى عيش زي العيش اللي بالعكس انا عملت بقى اقل من كمان من نص كيلو دقيق عملت كمية محترمة ما هتشوفوها دلوقتي وبصوا بتبتدي ان كدش تحطيه على طوصة اهم حاجة ما كونش بتلزق ما فيهزت ما فيهاش اي حاجة وبتدي ان انت تقلبية عالجنبين لحد ما بيقب كده زي ما انتم شايفين ده حصيلة العيش اللي احنا خبزناه قطوصة لا اسهل من كده بيش اسهل من كده بصوا بصوا فيش اسهل من كده بصوا مفتوح ازاي كل اللي عيش بصوا مفتوح ازاي بص ده سخنة لسه كان اخر واحد بصوا سخنة ازاي بصوا يحشوا بقى جبنة بقى ويحشوا بقى بطاطس وكلو ملوخية وويكة بصوا اي حاجة تتاكل بالعيش كلوها تمام العيش والبيت خير وبرقة ورز ورحته بتبقى قلب البيت في حيط الخميرة كده وجمال الجمال العيش كده بتبقى جميلة بصوا العيش طاري ازاي? تمام? بعد كده نص الحجينة التاني آآ فردتها كده بشوية دقيق من تحت وشوية دقيق من فوق. وابتديت جيبت الكوباية عندي المقاس طوال ان انا عايزها. وابتديت اللي انا قطعها مدور زي ما انتم شايفين. بعد كده رصتها في سنية مدهونة دهنة زيت. تمام? عايز اقول لكم الالمونيا احلى حاجة بتسوي المعجنات بصروحها. عكس اي سنية تانية. جربي ودعيلي. المهم. فجبت كده الشوكة كده حتى اشكشكهم بالشوكة كده عشان ما تقبش طبعا عشان عحشي هدية دي هتبقى ميني بتزا? قصما بالله احلى ميني بتزا? تديها الجوزك بقى في اللانشبك صوراح الشغل. تديها لابنك وراح المدرسة. بصراحة منتهى التوفير ومنتهى الجميل ومنتهى النظافة ومنتهى الحاجات الحلوة. هنا بقى عاملة ايه? مقطعة طماط مية وفي الاغدر وفي الفلسفر وفي الاحمر. تمام? وحشي كده الميني تبيتزا. انت بتروح الجباة من الفرن بيبقى حشلك نقطة في النص. تمام? طبعا انا دهانتها بالسلسة. آآ جبت معلقة صلسة صغيرة خففتها مية ومالحة وفي الفلسود. تمام? ودهانت الوش بتاعة بيها. طبعا ما بتحطش المنزرلة دلوقت. عشان ما تتحرقش. بتبتدي الداخلها في الفرن تستوي. وبعد ما بتستوي وتطلع من الفرن زي ما انتم شايفين كده. بتكون مجهزة عندك بقى اي نوع جبنة. ان شاء الله لو حتت جبنة تركيها تحطشها ع الوش كده ايه? شكل. تمام? بتحط لها كده شوية كده ع الوش. تمام? اهم حاجة. آآ تحطش الجبنة المنزرلة بعد ما تستوي. تخش كده بس تسيح وتطلع. لكن ما تسوهاش مع البتزا او مع الميني بيتزا. علشان لما بتسويها بتنشف وبتحمر كده بتبقى بتعمها مش حلو خالص. جراري بردك التركيز دي هتعجيبك قوي. املي بيت الخير بقى اقل الامكانيات. بتلاتين جنيه. هتجيبي كيس ديق بعشرين. وهتجيبي كيس خميرة. وهتقعودي بقى تعجيني وتعملي طمط ماية وفلفل واعملي بلزا مش شرط تحطيها على جبنة. اعمليها اعمليها من غير جبنة. هتبقى حلوة اكسم بالله. بتاعة الفورن اصلا ما فيهاش جبنة. تمام? بس احنا اللي بنزود علشان خاطر نفرحوا عيالنا ونخلوا عيالنا يتبسطوا بالحاجة دي. حلوة جدا لو عملتها وحتلتها في علبة كده بغطى. واخدتي منها مسلا للفطار. آآ جوزك مع كوباية شاي. مع كوباية ناسكافيه. مع كوباية شاي بلبن عيالك في اللانش بوكس. جوزك وراح الشورط حطي له كم واحدة كده. يا كلهم بدلا ما ياكل معربية الفول بطنة ووجعه. صراحة. بصوا الجميل. بصوا ده بنص كيلو دقيق. عملت ستاشر واحدة. تمام? اقل كمام بنص كيلو دقيق. تمام? بصوا طرية ازاي? تمام? بصوا محشاية ازاي? قصما بالله لو توحك جميع من الفرن. هيديها لك بيتة ومقددة وما فيهاش حشوه اصلا. تمام? هنا بص انا مش عارفة اصور لكم حلوة ان هي صخنة مولى لسا داخلها من الفرن. ده كده كده يا تلبيتزة بعد كده انا جبت تلات تنسيفة وجبت قرن فلفل كده. وحشيتهم جبنا كده وعملت كوباية شاي اللي جوزي كده وروقت عليه. ما هو برضك ليه على حق? تقوله بقى دوق العيش بتاعي. العيش بتاعي ولا العيش اللي برا? تقداري كمان لما تيجي تعملي عيش في البتعة الطاصة تقداري تعمليه كبير. تعمليه صغير. يعني ما يحب اعمله صغنن كده يبقى على قد ايدي ابننا مسلا. على قد ايدينا كده يلغيف كده قطمتين تلاتة كده. بيبقى حلو قوي ما تزور ما تكوش دعو بالسكر انا حطيته. تمام? آآ فعايز اقول لكم بجد ان العجين في البيت خير ورز. آآ بيدي ذكرات حلوة قوي للعيال. تمام? اعجين في بيتك. آآ ان شاء الله بكباتين دقيقة. هتلاقي نفسك وفرتي حاجاتي يا مقوي. ده كان نهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبك واستمتعت بيه. لو عجبك الفيديو. مسيش اللايك والاشتراك. للقناة وتكتب لي كومنتات حلوة زيك. وتعال اقول لكم بقى اللانش بوكس بتاع ابني كان في ايه? تمام? طبعا زي ما قلت لكم ان كنت ممكن تعملي ميني بيتزا وتعملي عيش. ممكن كمان بديه تعملي كيكة. وتبقي وفارتي على نفسك حاجات كتير قوي. ابني عشان كان عنده النهاردة يوم في حفلة. فعملت له كده. حطيت له اربعة ميني بيتزا. عشان دي كانت حفلة في المدرسة وكده وعملت له الطماطم الشيري ديت. في عصاية آآ شيش تقوك كده زي ما انتم شايفين. وجبت هنا كان عندي كيكة كده قطعتها مربعات زغنانة كده. وبتقيت اللي انا رصصه له. طبعا الرصة دي ما عجبتنيش فهروح رصة رصة تانية. تمام? وكده بيكون حضرت له اللانش بوكس بتاعه. وحطيت له مزايا. وحطيت له كمان باكو بسكوت عشان لو حد يخل منه حاجة. واحدة عصير وكده اللانش بوكس بتاع ابني يكون جاهز. عايز اقول لكم الطماطم الشيري دي كيلو باش رغني فسو. اور آگا بخور ویڈیو لائک کچھ ترا کلک کنو ستانية ویڈر كيكة ما اے سات.